وهذا النداء الذي هو إعلام بدخول الصلاة إنما يشرع فقط في الصلاة المكتوبة وغيرها من الصلوات لا ينادى لها بهذا الأذان لا الكسوف ولا الاستسقى ولا صلاة العيد ولا غير ذلك هذا خاص بهذه الصلاة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده خمس مرات في اليوم والليلة وكما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً لهوقات محددة والناس في أعماله في مصالحه في تجاراته إلى آخره فإذا دخل الوقت يرفع الأذان إعلام للناس بدخول الوقت ورفع الأذان تنبيه لكل مشتغل بأي عمل من أعمال دنياه ومصالحه أن هذا الموضوع أشرف موضوع الذي هو الصلاة دخل وقته فتتوقف الأعمال وتتوقف المصالح ويبدأ الإنسان بمشروع الصلاة ولهذا ينبغي أن يعظم الأذان أن يعظم الأذان وأن يكون له قيمة عظيمة كبيرة جداً في قلوب الناس خلاف الواقع في حال كثير من الناس يؤذن المؤذن ولا كأن شيئاً وجد إن كان في حديث فهو مستمر في حديث وإن كان حتى بعضاً في لهو مستمر في لهوة ولا كأن شيئاً حدث معنا الذي ينبغي على المسلم كما سيأتي معنا في الأحاديث إذا رفع الأذان أن يستمع للمؤذن وأن يقول مثل ما يقول حتى لو كنت تقرأ القرآن الكريم حتى لو كنت تقرأ القرآن الكريم أفضل الذكر السنة أن توقف الكراءة إذا أذن المؤذن أن توقف الكراءة هو أن تستمع وأن تقول مثل ما يقول مؤذن وعند العلماء في هذا الباب قاعدة في باب فضائل الأعمال الأفضل في الأعمال في كل وقت الأفضل في العمل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت فوقت الأذان أفضل عمل تقوم به أنت تستمع للمؤذن وأن تقول مثل ما يقول وأن تقول مثل ما يقول فالأذان شعيرة عظيمة جدا شعيرة عظيمة جدا وهو دعوة تامة فيه التكبير تعظيم لله عز وجل وفيه التوحيد وفيه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وفيه الترغيب والحث على الصلاة والإقبال عليها حي على الصلاة وفيه أيضا ترغيب في الأجور العظيمة التي تترتب على الصلاة حي على الفلاح فهي كلمات عظيمة وهي دعوة تامة كاملة فينبغي أن تعظم هذه الشعيرة وأيضا ينبغي أن يدرك فضلها فضل الأذان وأن المؤذنين الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بشرفهم الله عز وجل بالأذان هم بهذا العمل في شرف عظيم للغاية وفي سبق وسيأتي معنا أن المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة وفضل الأذان فضل الأذان تفصيلا وما يترتب عليه من الثواب عظيم جدا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث يقول لو يعلم الناس يعني المدخر والثواب الذي لا للمؤذنين عند الله سبحانه وتعالى ثم لم يجدوا إلا أن يستهم ويجعلوا بينهم قرعة من الذي يأخذ الأذان لا استهموا من أجل أن يدركوا هذا الفضل العظيم للأذان وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة طرفا منها منها هذا الحديث الذي بدأ به حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول النداء أي الأذان النداء أي الأذان لو يعلم الناس ما في النداء أي ما في الأذان من فضل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا الاستهام الاقتراع عندما يتزاحم على شيء معين وكل يدعي أنه له الذي يحسم الأمر إذا ما كان هناك بيّنة على الأحقية والأولوية تعمل القرعة لأنها هي التي تحسن بها الخصومات في مثل هذه الحال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يعني ما وجدوا حل لحل التنازع بينهم في من الذي يؤدن وأنا أولى وكل يقول أنا أولى وكل يقول أنا أحق لو يعلمون الفضل وكذلك الصف الأول لو يعلمون الفضل لا تسابقوا لي كل يقول أنا أحق بهذا منك قال لا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يعملوا بين القرعة لا استهموا ولو يعلمون ما في التهجير التهجير التبكير للصلوات الصلوات الخمس كل صلاة يبكر لها يبكر لها لو يعلمون ما في التهجير لا استبقوا إليه لا استبقوا إليه أي تسابقوا للتبكير وتنافسوا في ذلك لو يعلمون أي ما فيه من الأجر لو يعلمون ما في التهجير لا استبقوا لا استبقوا إليه لما في العتمة والصبح أي من الأجر لا أتوهما ولو حبوة لا أتوهما ولو حبوة لو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء والفجر صلاة الفجر لو يعلمون ما في هاتين الصلاتين من الفضل لا أتوهما ولو حبوة أي على الركب لعظم الفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمعتني بهاتين الصلاة